وهنا انا يعني رسائل واضحة ومحددة لحضراتكم عشان عندنا قضايا كثيرة وعندنا النهاردة حلقتنا من سيد حنيش اس باي وريزورت كيليو باترا النهاردة الجزء التاني وبالتالي عايز بس عندنا قضايا كثيرة جدا عايز اتكلم الرسالة الاولى اللي عايز اقولها للجميع للكل محدش يهزر مع القضاء دي رسالة الاولى القضاء محدش يهزر معهم الرسالة التانية القضاء يعرفوا ياخدوا حقوقهم من خلال الاجراءات القانونية الفورية يبقى محدش يهزر مع القضاء والقضاء بيعرفوا ياخدوا حقوقهم من خلال الاجراءات القانونية الفورية الحاجة التالتة المهمة انه اي حد هنا بنتكلم بشكل عام يدعي لها علاقات مع القضاء او هنا او هنا المسألة لوقف تنفيذ احكام كلها اقوال مرسلة وغير دقيقة وغير حقيقية الامر الرابع لا سلطة على القضاء في مصر على الاطلاق تنفيذ اي حكم او وقف اي حكم وقف اي حكم يكون من خلال اي حضراتكم القضاء او المحاكم فقط لا غير اي حكم وقف تنفيذه يكون من خلال اي المحكمة هي التي تقرر وقف اية احكامة الجهة المعنية بتنفيذ الاحكام ليست وزارة العدل مش هي المعنية المعنية هي جهة تنفيذ الاحكام التابعة لوزارة الداخلية يبقى هنا الامور لازم تكون محددة للرأي العام ومحددة لاي حد بتساءل هو ايه الحكاية هي وزارة العدل بتنفذ وما القضاء بينفذوا لا اللي بينفذ جهة تنفيذ الاحكام بوزارة الداخلية الامر الرابع او الخامس من في سلطته وقف تنفيذ حكم المحكمة عشان هذا الموضوع يتقفل تماما ما فيش حد هيوقف تنفيذ حكم الا محكمة هي التي في سلطتها انها تقوم بإصدار قرار للتنفيذ هذا الحكم بوقف تنفيذ هذا الحكم يعني بوقف تنفيذ اي حكم مش حكم بعينه اي حكم هي المحكمة الوحيدة ما فيه سلطة في البلد تستطيع لا وزير العدل ولا رئيس الوزراء ولا اي احد يستطيع ان يوقف تنفيذ حكمة مش سلطته طب مين الجهة الوحيدة المحكمة هي السلطة الوحيدة التي توقف تنفيذ اي حكمة طيب حضراتكو النهاردة الكلام اللي حاصل ده ارجوكو لو سمحت التزموا خلوا بالكو يا جماعة احنا في دولة قانون ودولة القانون الاحتكام او الاحتكاك تاني الاحتكاك بالقضاء يشكل خطورة ولا محل له في دولة القانون يبقى اي احتكاك بالقضاء يشكل خطورة ولا محل لهذا الاحتكاك في دولة القانون التي تعد من أبرز ملامح الجمهورية الجديدة نقطة ومنقول السطر كلام الواضح مع بيان وزارة العدل الجميع أرجوكو يلتزم